ومشاهد الجزيرة مباشر بعد 24 ساعة من الاتفاق التركي الأمريكي الذي علقت بموجبه عملية نبع السلام العملية التركية في الشمال السوري يساعدنا أن نراحب بسيد أمرلا إشلر النائب في البرلمان التركي والمعوث الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا أهلا بك سيد النائب أهلا بكم بعد 24 ساعة من العملية أريد أن أبدأ بالسؤال الذي طرح كثيرا لحظة توقيع هذا الاتفاق ماذا ستفعل القوات التركية التي دخلت بالفعل إلى الأراضي السورية بعد توقيع هذا الاتفاق هل ستنسحب من الشمال السوري أم ستبقى هناك لا ستبقى طبعا السيد الرئيس أيضا أعلن اليوم وبالأمس أعلن رئيس وزير الخارجية بأن القوات الموجودة داخل الأراضي السورية شرق الفرات ستبقى في مكانها وهذه القوات أيضا تراقب انسحاب أناصر يبكاء الإرهابية من شرق الفرات طيب بعد 24 ساعة من هذا الاتفاق كيف تقيمون انسحاب القوات؟ هل ترون أن هناك تقدم على الأرض؟ طبعا بدأ اليوم الانسحاب وأيضا قنوات تركية كلها تقدم هذا الخبر وبدأ أيضا تمشيط الألغام وما شابه من الأفخاخ أيضا ضد الجيش التركي فلذلك بدأ الانسحاب في شرق الفرات فتركيا جاءت طبعا لمراقبة هذا الاتفاق ولمراقبة هذا الانسحاب من شرق الفرات لهذه العناصر الإرهابية وطبعا نحن بالأمس شاهدنا أن هناك 13 مادة متفاق عليها بين تركيا وبين الأمريكا لذلك الدولتان تعاهدت بتطبيق هذه المواد كلها بناء لهذه المواد خاصة مادة متعلقة بانسحاب هذه القوات الإرهابية الموجودة في شرق الفرات تقريبا طول كل الحدود 444 كيلومتر هذه الأناصر ستنسحب بعمق تقريبا 32 كيلومتر خلال خمسة أيام 120 ساعة مكتوب بشكل واضح مضى منهم 24 ساعة حتى الآن وسنعود إلى بنود الانتفاق لكن أريد أن أفهم ما الذي حدث لأن كثير من الناس يتساءلون حتى كثير من السياسيين في أمريكا تحديدا غاضبون لأن ما الذي حدث حتى ينسحب المسلحين من شمال سوريا هذه ليست المرة الأولى التي تتفاهم فيها أنقرة واشنطن على سحب المسلحين الأكراد من هذه المنطقة كيف قبلت الولايات المتحدة بهذا الاتفاق بعد أن رفضته كثيرا؟ في الحقيقة حينما أعلنت تركيا قيام عملية نبع السلام غيرت المعادلة في الساحة لذلك أصبح سيد أردوغان وتركيا سيد المشهد وسيد الساحة لذلك القيام بهذه العملية عملية نبع السلام غيرت المعادلة فاضطرت أمريكا أيضا للتدخل لكي يحافظ على مع الأسف أناصر هذه المنظمة الإرهابية يعني وجود الآن تركيا قوات تركيا على الأراضي تتفاق سيحمي المسلحين الذين تسلفون نحن نعلم جيدا وخاصة في الأشهر الأخيرة حتى في السنوات الأخيرة أمريكا دعمت هذه المنظمة الإرهابية بالفكرة أمريكا قبلت وعالنت أن منصمة بكا كان منصمة إرهابية الآن بيادا ويا بيادا امتداد لهذه المنظمة الإرهابية في الأراضي السورية هم يتلعبون بالحروف يغيرون الاسم باستعمال بعض الحروف يباكا أو بيادا الآن إذن هذه المنظمة إرهابية ومع الأسف رغم أن أمريكا اعترفت وعالنت أن منظمة بكا كمنظمة إرهابية فهذه المنظمة أيضا يباكا بيادا امتداد لهذه المنظمة وهناك اعترافات أمريكية بذلك لكن مع الأسف أمريكا قدمت آلاف من الشاهنات من الأسلحة وكذلك كميات كبيرة من الأسلحة السقيلة والخفية والمتوسطة الآن هذه الأناصر تنسحب بمراقبة أمريكية طبعا من شرق الفراط طول الحدود وكذلك 20 ميل أو 32 كيلومتر فأيضا يدمرون مواقعهم وكذلك ينسحبون كاملا أنا أريد أن أعود إلى الوراء قليلا لحظة إطلاق أنقرة لهذه العملية العسكرية بدأ أن تركيا تقف وحيدة في العالم أمريكا غاضبة للتحاد الأوروبي كل الدول غاضبة تعليق للسلاح دول العربية غاضبة حتى من تتشاور معهم أنقرة في ملف السوري إيران وسوريا كانوا غضبين هل كانت أنقرة مضطرة لهذه العملية ألم يكن هناك أي خيار آخر الأوروبيين مثلا يطرحوا أن لماذا لا تتفاهم أنقرة مع هذه المنظمات وتدخل في حل سلمي معها بدل هذه العملية أمامنا لا توجد دولة توجد هناك منظمة إرهابية تركيا دولة هل يجوز تفاهم الدولة مع أناصر إرهابية؟ بعد ذلك نحن أعلنها منذ فترة هذه العملية ليست عملية الأولى لتركيا في أراضي السورية طبعا سنة 2016 أول عملية ضد داعش على فكرة تركيا هي الدولة الوحيدة في هذه المنطقة وربما على وجه العرض هي الدولة الوحيدة التي تكافح منظمات إرهابية قلبا وقالبا لكن الوحيد المتحدة حاربت تنظيم الدولة وروسيا حاربت تنظيم الدولة وحتى اليابدي وهذه النظرات تقول أنها حاربت أيضا تنظيم الدولة المحاربة أو المكافعة الحقيقية كانت عملية درع الفرات سنة 2016 وتحرنا منطقة جيرابلوس من هذه العناصر الإرهابية تقريبا صفينا أكثر من 3000 داعش في هذه العملية بعد ذلك قمنا بعملية غصن الزيتون في غرب الفرات أيضا لمكافعة عناصر يبكاء الإرهابية فهذه العملية عملية ثالثة لكن طبعا نحن أفسدنا اللعبة في الحقيقة هناك مؤامرة وخطة ربما مدروسة بشكل جيد لإقامة الدولة الإرهابية على الحدود التركية نحن بالقيام بهذه العملية من عملية النبع السلام؟ طبعا أمريكا والدول الأوروبية من الذي يدعم هذه المنظمة الإرهابية؟ أمريكا والدول الأوروبية هناك ازدواجية حقيقية مع الأسف 100% لدى هذه الدول الأوروبية وأمريكا أيضا لكن من يحدث عن مصالحة سيدة النأب اسمح لي هو لا يتحدث عن مصالحة حصرة مع هذه التنظيمات هو يتحدث عن مصالحة تركية كردية ويقولون من شأن ذلك أن يزيل الاحتقان في الشمال السوري تركيا لا تحارب الأكرات أولا لا بد أن نضع النقاط على الحروف تركيا لا تحارب ولا تكافح الأكرات بل نحن نكافح ونقاتل الإرهابيين لذلك هناك فرق كبير طبعا هناك تضليل إعلامي بأن تركيا حينما قامت بهذه العملية عملية نبع السلام بأن تركيا تحارب الأكرات لا هذه غير الصحيح الآن لدينا نازحين من سوريا أكثر من 300 ألف نازح من أصول كردية موجودين ويعيشون في العراض التركية لماذا إذا كانت هذه المنظمة تمثل الأكرات لماذا هؤلاء الأكرات يرجعون إلى بلدانهم إلى مدنهم وقراءهم يعيشون هناك هذه المنظمة الإرهابية محتلة لعراضي سوريا لعراضي العربية لكن إلى اليوم لم نرى أي تنديد أو أي استنكار من الدول العربية ولا من الجامعة العربية أيضا هذه المنظمة الجامعة العربية نددت بتركيا ووصفت ما فعلته في الشمال السوري بأنه غزو لأراضي العربية وكان هناك اجتماع للقمة العربية وهناك تصريحات غاضبة تحديدا من مصر ومن السعودية ومن عدد من الدول العربية طبعا لا بد أن نشير هنا أيضا إلى نقطة مهمة أن هناك محور سورات المضادة هذا المحور ضد تركيا فلذلك يتبنى هذا المحور دائما مواقف معادية لتركيا لذلك استنكار جامعة العربية في الحقيقة لا بد من قراءة استنكار الجامعة العربية أيضا لهذه العملية من هذه الزاوية لكن هناك لا بد أن أشير إلى نقطة أن هذه الأراضي السورية يعني الشرق الفرات محتلة من قبل منظمة إرهابية ولكن هل هناك موقف واضح من الدول العربية من الجامعة العربية لإستنكار هذا الأمر لا نحن الآن نقوم بهذه العملية لتطهير الأراضي السورية من هذه العناصر الإرهابية هذه المنظمة حينما استولت على هذه المناطق قام بالقتل للعرب وبتهجير العرب وكذلك قام بالتتحر الأرقي إذن وهناك تقارير أممية أن هذه المنظمة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية هناك تقارير أممية وكذلك تقارير لمؤسسة أمنستي وكذلك لهمن رايتس ووج لكن احتلال أراضي عربية كما تصف ما فعلته هذه المنظمات بشمال السوري البعض يقول أن تركيا تفعل نفس الشيء يعني تركيا تتحدث عن وحدة سوريا لكنها بهذا الإجراء يقال أنها تقضي على هذا الحلم على هذا الطموح لأنها ستسيطر فعلا على أراضي كبيرة من الدولة السورية التي هي تتحدث عن وحدتها نحن سيطرنا في غرب الفرات على الأراضي السورية من يدير هذه الأراضي السورية السوريون هم الذين يديرون هذه الأراضي وهم مسيطرون نحن ندعمهم ونساعدهم نبني لهم مدارس نبني لهم مستشفيات مستوصفات نقدم تسهيلات للإخوة السوريين لكن نحن أعلننا كتركيا بأننا لن نسمح لإقامة دولة إرهابية على هدودنا فرغم أننا أعلننا كثيرا وأيضا خاطبنا الدول الأوروبية وأمريكا ولكن لم يستمعوا إلى كلامنا وفي الأخير نحن اضطرينا للقيام بهذه العملية العسكري عملتنا بالسلام هذا الخبر العجل أنه وزير الخرجية الأمريكي بومبيو يقول أننا سنتعاون مع الأتراك في إقامة فيما يخص المنطقة الآمنة في الشمال السوري أنا أريد أن تقل إلى نقطة أخرى أنه أيضا من الاتهامات التي طالت تركيا بعد هذه العملية أن تركيا تسعى إلى عملية تغيير ديموغرافي سوريا بها فوسيفسا وبها أعراق كثيرة وأن تركيا تحاول من خلال هذه العملية أن تطرد الأكراد من مناطقهم وأن تقوم بعملية تغيير ديموغرافي في الشمال السوري أبدا طبعا تركيا لا يقوم بتغيير ديموغرافي لم يقوم في الداخل التركي ولا في الأراضي السورية التي لها السلطة في غرب الفرات فنحن أعلننا هدفين لهذه العملية أولا إعلان وإقامة منطقة آمنة فأيضا الهدف الثاني عودت النازحين الموجودين في تركيا وكذلك في الداخل السوري إلى قراغهم ومدنهم فمن سيعود إلى هذه المنطقة؟ يقولون أنك ستعود إلى العرب على حساب الأكراد الأكراد أنا قلت سأكثر من 300 ألف كردي يعيش في تركيا هربوا وأتوا إلى تركيا نازحين أيضا موجودين هناك أكثر من 3 مليون نازح سوري من بينهم تقريبا أكثر من 300 ألف كردي من أصل كردي لماذا هم اضطروا إلى المجيء إلى تركيا خوفا من ممارسات هذه المنظمة الإرهابية حتى هذه العودة سيدة النائم حتى هذه العودة تثير التساؤلات والمخاوف لأنه يقال أيضا أن تركيا تريد أن تتخلص من مشكلة اللاجئين على أرضها وأن تنقل هؤلاء اللاجئين قصرا وتعيدهم إلى مناطق ليست آمنة يتعرض فيها مرة أخرى للقصف والحرب والدمار لا أحنا لم نجبر أحد للعودة إلى أراضي سورية نحن قمنا بعملية الفرات وعاد آلاف أشرات الآلاف من السوريين رغبة وليس رغبة وكذلك قمنا بعملية غسن الزيتون وعاد أيضا مئات تقريبا الآن في منطقة جرابلوس ومنطقة عفرين عاد من تركيا تقريبا 360 ألف نازع من سوريا لكن برغبتهم ليس قصرا وكذلك حينما إن شاء الله بعد خمسة أيام إذن تركيا لن تجبر أحدا على العودة إلى هذه المناطق طبعا لن تجبر تركيا لن تجبر أحد ولم تجبر في الماضي للعودة إلى ملدهم طيب ما هو المعيار الذي تقولون ما الذي ستفعله في هذا الشمال نحن أسميتم هذا الممر ممر السلام وقالت تركيا أن هذه العملية عملية نبع سلام ماذا يعني هذا المعنى نحن كنا على الحدود منذ الأمس كنا على الحدود ورأينا مثلا مدينة مثل عين العرب بها عدد كبير من المباني المهدمة الناس الذين خارجوا منها قالوا أن مستوى البنية التحتية حتى في هذه المدن لا يسطح للحياة في هذا التوقيت سنبني البنية التحتية وبنية الفوقية وسنمهد المدن والقرى لعودة النازحين إلى بلدهم تركيا فعلت هذا في غرب الفرات الآن إن شاء الله بعد خمسة أيام ستبدأ بتمهيد أو ببناء بنى التحتية في هذه المدن وفي هذه القرى لكن الدول الأوروبية الغاضبة من هذه العملية في الأيام الأولى قالت نحن لن نتعاون مع تركيا ماديا على الأقل في إقامة هذه المدن ولا في توصيل الخدمات لهذه المناطق فهل كانت تعاول تركيا على الدول الأوروبية في دعم هذا الحزام؟ الآن تغيرت كل شيء قبل عشرة أيام قبل الانطلاق هذه العملية نبو السلام هناك بعض الحقائق ما هي؟ بككا كانت تسيطر على شرق الفرات كاملا الآن الوضع تغير تماما ثانيا كانت هناك علاقة ثقة كاملة بين أمريكا وبين هذه المنظمة الإرهابية الآن هذه الثقة أيضا غير موجودة لا يوجد جندي تركي واحد على هذه شرق الفرات كانت إسرائيل سعيدة للغاية والدول الأوروبية وأمريكا أيضا سعيدة الآن هم غاضبين إذن تغيرت الظروف في هذه العراضي لذلك هم سيضطرون أيضا كما اضطرت أمريكا وأتوا أرسل وفد وأصبع مضطر للاتفاق فبالأمس تم التوقيع على الاتفاق إذن تركيا أصبع على موقف الدول العربية وجامعة الدول العربية التي خصصت قمة للحديث عن هذه العملية وانتقدت موقف تركيا هناك أصوات في الدخل تتحدث عن ارتباط ما بين هذه المنظمات التي تصفون بالإرهابية في الشمال السوري وبين وبين عدد من الدول العربية طبعا هذا واضح نحن شاهدنا قبل أشهر أن بعض الدول الخليجية وبعض الدول العربية مع الأسف قدم سلاه وقدم مال وحتى قاموا بزيارة على مستوى الوزراء قاموا بزيارة والتقوا بممسل هذه المنظمة الإرهابية مع الأسف ولم ننسى هذا الفعل السيء والشاني تقرؤون هذا في إطار المصالح المشتركة بين هذه المنظمات والدول أم مجرد نكاية في تركيا طبعا يعني مجرد نكاية وأيضا كما قلت قبل قليل أن هناك محور مضاد للثورات العربية فهم يتهمون تركيا بأن تركيا أصبحت مصدر إلهام للثورات العربية فلذلك يريدون أن ينتقموا من تركيا ويريدون إفشال التجربة التركية الناجحة ولكن هم يتآمرون والنتيجة وأمامنا الآن كل يعلم أن تركيا أصبحت يد تركيا قوية بالمقارنة قبل انطلاق هذه العملية عملية نب السلام طيب أعود مرة أخرى إلى الميدان تحديدا إلى منبج وإلى عين العرب كوباني هذه المدن دخلتها دورية تابعة للنظام وقالت روسيا أنها بدأت في السيطر عليها ولا يبدو أنها داخلة في الاتفاق بينكم وبين الأمريكان ماذا ستفعلون في هذه المنبيتين؟ هذا التعاون شهدناه في السنوات الماضية أيضا حينما بدأ الثورة السورية يعني سنة 2012 كان هناك تعاون بين النظام وبين هذه المنظمات الإرهابية نرى أن هذا التعاون يتجدد من جديد وأيضا في القرن الماضي في التسعينات وثمانينات كان رئيس هذه المنظمة منظمة فكاكا الإرهابية كان موجود في أفريد في أراضي السورية إذن هناك علاقة وثيقة بين النظام السوري وبين هذه المنظمة الإرهابية هذا النظام يعني احتضنت هذه المنظمة ورأس هذه المنظمة وأيضا من وقت لآخر قدم دعم لهذه المنظمة نعم لكن النظام السوري انتقد هذه المنظمة وقال أننا لن نتعاون معها بعد انسحابها من بعد لجوءها إلى نظام وحاولت إبرامها اتفاق مع النظام ويقال أنه حينما دخلت قوات النظام إلى مدينة منبج لم تكن الأمور على ما يرام بينها وبين ما يعرف بقوات سوريا ديمقراطية داخل مدينة منبج لا هناك الكل يعلم أن هناك تعاون واتصالات بين النظام وبين هذه المنظمة الإرهابية وبناء على هذا التفاهم وهذا التعاون دخلوا عناصر النظام دخل في منبج لكن طبعا هناك زيارة مرتقبة للسيد الرئيس يوم السلسة إلى روسيا وسيلتقي مع سيد بوتين طبعا هذا اللقاء أيضا نعلق عليه أهمية كبيرة تركيا يعني الآن جلست مع أمريكا واتفقت والآن سيجلس مع روسيا ومع بوتين أيضا سيكون هناك اتفاق إن شاء الله بعد ذلك إذن نتابع منبج يوم الثلاثاء في لقاء أردوغان مع بوتين طبعا يعني هذه الزيارة مهمة جدا طيب بالإشارة إلى الاتفاق التركي الأمريكي هناك مسألة لازالت عالقة وأثرت كثير من الجدل وهي الرسالة التي بعثها ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكانت رسالة قاسية جدا كيف استقبلتم في الداخل التركي هذه الرسالة؟ طبعا لأول مرة شاهدنا هذا الأسطوب في رسالة رئيس دولة أول مرة شاهدنا حتى الأمريكان ربما أول مرة شاهدوا لذلك هناك في الداخل الأمريكي كانت انتقادات شديدة لهذه الرسالة ولأسطوب هذه الرسالة نحن طبعا لم نرد على هذه الرسالة خطيا ولكن اليوم السيد أردوغان أيضا أشار إلى هذه النقطة لم ننسى هذا الأسطوب ولن ننسى وحينما يأتي وقته وقت المناسب سنرد على هذا الأسطوب لكن الرد حينما وصلت هذه الرسالة الرد بانطلاق العملية نبه السلام هو طبعا في رسالة بإطلاق العملية طيب كيف ستردون على هذه الرسالة وسط التهديدات الأمريكية الدائمة والمتواصلة للاقتصاد التركي الرئيس الأمريكي هدد بتدمير الاقتصاد التركي بصورة كاملة في بداية هذه العملية الآن حتى بعد الاتفاق التركي الأمريكي هناك نواب غاضبون وقالوا أننا سنستمر في فرض العقوبات على تركيا رغم طبعا أن أحد بنود هذا الاتفاق رفع العقوبات التي فرضت خلال هذا الشهر على تركيا كيف سيستجيب الاقتصاد التركي لهذه التهديدات المستمرة من الجانب الأمريكي في الحقيقة الرئيس الأمريكي طبعا تصريحاته وأسلوبه غريب جدا والكل يشد بذلك ولكن هو هدد بأنه سيفرض أقوبات فرضت نعم فرضت لكن بعد ذلك اضطر للجلس مع تركيا والالتفاق طبعا بالأمس فهو حاول أن يدمر الاقتصاد التركي هل نجح؟ ربما أدى إلى بعض الخسائر ولكن هل نجح في تدمير الاقتصاد التركي؟ لم ينجح في الأشهر الأخيرة خاصة بدأ سعر الدولار يتراجع وكذلك نسبة الفائدة في تركيا خفتناها تقريبا 7.5% فلم يتأثر سعر الدولار أيضا إذن نعم هناك تحديات اقتصادية كبيرة ضد تركيا وهناك محاولات ومؤامرات لتدمير الاقتصاد التركي ولكن الحمد لله بنية تحتية للاقتصاد التركي بنية قوية نعم تأثرت إلى حد ما ولكن لم يدمر لكن يبدو أن ترامب لا يشارك من هذه وجهة النظر لأنه قال أن الاقتصاد التركي هو هش جدا والبعض يتسأل إلى متى سيظل الاقتصاد التركي هو نقطة الضعف التركية كل من يريد أن يسخن في تركيا يتوجه الاقتصاد داخليا كان هناك تحذيرات من هذه العملية على خلفية الاقتصاد أيضا وقال بعض المحللين الاقتصادين الأتراك أنه إذا أطلقت تركيا هذه العملية سيصير الدولار بعشر ليرات وستنتهي الاقتصاد التركي هل تأثرت الاقتصاد التركي بعد انطلاق العملية العسكرية؟ لم ينتأثر تأثر إيجابيا وليس سلبيا لذلك كما قلت قبل قليل اقتصاد تركيا أو بنية الاقتصادية لتركيا بنية قوية ليست هشة لو كانت هشة نجح مؤامرة ترامب لكن لم ينجح ربما أثرت إلى حد ما لكن بنية الاقتصادية الحمد لله قوية لكن تركيا حينما تتخذ قرارات مصيرية لا تنطلق بين الزاوية الاقتصادية لأن هذه المسألة متعلقة بأمن تركيا نحن نعلق أهمية كبيرة على أمن تركيا إذن أنتم مؤمنون بهذه العملية بغض النظر عن حد مردودها الاقتصادي طبعا 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 قبل أن أختم سيادة نايب أريد أن أنتهز فرصة وجودك معنا وأنتم الممثل الشخصي للرئيس التركي في الملف الليبي أيضا هنا التحركات في الجامعة العربية وفي مصر وفي غيرها من الدول تتهم تركيا بأنها تزعزع استقرار ليبيا وأن وجودها هناك هو تدخل غير مشروع في الداخل الليبي طبعا أنا أعينتك مبؤوس شخصي للسيد الرئيس سنة 2014 وقمت بأول زيارة إلى تبرق وقد تمت بعض الرسائل قلنا نحن نعلق أهمية كبيرة على وحدة أراضي الليبية ونرفض الانقسام بعد ذلك أن هناك أزمة سياسية والحل لا بد أن يكون سياسي والآلية هي الحوار وكذلك رفضنا التدخلات الخارجية مهما كانت التدخلات سواء كان إقليمية أو دولية وقدمنا هذه الرسائل للموجودين في الشرق وكذلك في اليوم التالي ذهبنا إلى الغرب وقدمنا نفس الرسائل وقلنا أن تركيا على مسافة واحدة من الجميع ففي هذه الزيارة الأولى سيد أقيل الصالح أنا أردت عليه الوساطة لو يرغبون لكن رفض الوساطة التركية قال هناك مبادرة أممية ونحن قلنا ندعم المبادرة الأممية أيضا وفعلا دعمنا المبادرة الأممية هذه المبادرة الأممية نتجت بالاتفاق السياسي فنحن إلى اليوم ندعم الاتفاق السياسي وهناك طبعا المجلس الرئاسي مجلس الدولة ومجلس النواب لكن الآن الوضع تغير كثيرا الآن الوضع تغير كثيرا هناك قوات تقاتل على الأرض على مشارف العاصمة الليبية ترابلوس وتركيا متهمة بأنها تقاتل على مشارف العاصمة الليبية ترابلوس طبعا الجنرال حفتر رغم أن هناك حظر الأسلحة تلقى أسلحة كثيرة من دول معروفة يعني دول عربية وغير عربية وبعد ذلك قامت في اليوم أربع أبريل بالهجوم وبالاعتداء السافر على عاصمة ترابلوس وفي وقت وجود الأمين العام للأمم المتحدة في عاصمة ترابلوس وبعد هذا الاعتداء نحن دعمنا الطرف الشرعي من هو الطرف الشرعي؟ حكومة الوفاق الوطني وكذلك المجلس الرئاسي فهم ما زلنا ندعمهم لمكافحة أو لصد هذا الإرهاب والاعتداء على العاصمة ترابلوس أشكرا جزيلا سيدنا بأمر الله إشلر كما أشكركم مشاهدينا الكرام نازلنا معكم من تركيا نتابع تطورات العملية العسكرية التركية في الشمال السوري والتي هي متوقفة الآن بموجب الاتفاق التركي الأمريكي لكننا سنتابع معكم كل التفاصيل والآن نعود إلى الزميل بحرما تضحه في الدوحة إليك زميل محمد شكرا عبد العزيز وشكرا لضيفك الكريم الأستاذ أمر الله إشلر مشاهدينا الكرام المسائية مستمرة وبعد الفاصل يلتقيكم الزميل مصطفى عشور ومتابعة متجددة للتطورات الشأن الليبي اللبناني وفيه اتساع رقعة المظاهرات في لبنان احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وعصابات